اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد وأحاديث المسيح حديث المسيح في هذه المرة كان أثناء إجرائه واحدة من المعجزات التي أجراه على الأرض وفي حديث المسيح هذه المرة سنتوقف أمام قضية الإمكانيات القليلة والأمر ده بيوجهنا في الحياة ومرات أيضا في خدمة الرب عندما تكون الإمكانيات قليلة ماذا نفعل؟ تعالوا نقرب من السيد المسيح ونسمع إلى حديثه الرائع في هذا الأمر بدءا بما جاء في إنجيل ماركوس والأصاح السامن من الآية الأولى في تلك الأيام إسكان الجمع كثيرا جدا ولم يقل لهم ما يأكلون دع يسوع تلميذه وقال لهم إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم سلاسة أيام يمكسون معي وليس لهم ما يأكلون وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق لأن قوما منهم جاءوا من بعيد فأجابه تلميذه من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية فسألهم كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات وشكر وكسر وأعطى تلميذه ليقدموا فقدموا إلى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا فأكلوا وشبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال وكان الآكلون نحو أربعة آلاف ثم صرفهم وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دالما نوسى زي ما قلت صديق المشاهد هذا اللقاء وهذا الحديث بيقدم لنا فكر السيد المسيح حول الإمكانيات القليلة واحدة من المعجزات المعجزات الكثيرة التي أجراها السيد المسيح واحدة من معجزات إشباع الجموع هذه المعجزة صديق المشاهد تختلف عن المعجزة المشهورة أخرى في يوحنى 6 واللي بتتكلم أيضا عن إشباع الجموع البعض بيفتكر أنهم معجزة واحدة لكن الحقيقة هم معجزتين مختلفتين فهنا مثلا الكلام عن سبعة أرغفة وقليل من السمك في المعجزة اللي في يوحنى 6 خمسة أرغفة وسمكتين المعجزة الأولى وردت في الأناجيل الأربعة في متة ومرقص ولوقة ويوحنى أما هذه المعجزة فجاءت هنا في مرقص 8 وفي متة 15 المعجزة الأولى كانت في أرض الجليل بالقرب من ديابوليس لكن وكانت أيضا المعجزة الأولى ليوم واحد يعني بعد يوم واحد من رفقة المسيح لكن هذه المعجزة جت بعد ثلاثة أيام من وجود الجموع مع المسيح المعجزة الأولى اللي في يوحنى 6 وبقيت الأناجيل بعد ما شبعت الجموع جمعوا 12 قفة لكن هنا يتكلم عن 7 سلال على أي حال سواء هذه المعجزة أو المعجزة الأخرى زي كل المعجزات بتظهر حنان شخص ربنا يسوع المسيح ومشاعر الشفقة اللي كانت بتملأوا على الجموع أكثر من مرة نقرأ هذا التعبير لألا يخوروا في الطريق كان المسيح بيهتم باحتياجات الناس الروحية فبيقدم ليهم كلامه لكن كمان بيهتم بحاجتهم الجسدية فلا يتركهم في حالة الجوع أو عندما كان يشفي مرضاهم أو يتعامل مع احتياجاتهم المختلفة رب يسوع أشفق على الجموع هذه المرة أيضا ودعى تلميذ وقال لهم إني أشفق على الجمع لهم ثلاثة أيام يمكسون معي وليس لهم ما يأكلون وهنا سأل التلاميذ كلمتهم المعروفة من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية والحقيقة كل كلمة في سؤال التلاميذ بتعبر عن جانب من الحقيقة ويمكن نلتمس لهم العذر فكلامهم صحيح من أين يستطيع أحد أي أحد أن يشبع هؤلاء هذا العدد الغفير هذا العدد الكبير من الناس أربعة آلاف نسمة خبزا يعني أبسط أنواع الأكل فقط الخبز هنا في البرية حيث لا يوجد شيء ما فيش إمكانيات والتلاميذ قبل كده لأن دي المعجزة غالبا حدست بعد المعجزة الأولى اللي في يحنى 6 وبقية الأنجيل الحقيقة كنا نتوقع أن التلاميذ يكون عندهم خبرة إيمان قوية وشافوا في المسيح قبل كده الإمكانية أنه يستطيع بالإمكانيات القليلة وبالخبزات القليلة أن يشبع الجموع لكن هو ده الإنسان اللي مرات كتير بينسى أعمال الله وينسى قدرة الله ويفكر في إمكانياته المحدودة علشان كده قال لهم المسيح في مرة أخرى ألكم عين أعين ولا تبصرون ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون حين كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة آلاف كم قفة مملوئة كسرا رفعتم قالوا له إثنتي عشرة وحين السبعة للأربعة آلاف كم سل كسر مملوئة رفعتم قالوا سبعة لكن الحقيقة سؤال التلاميذ يمكن بيفكرنا زي ما قلت من شوية طبيعة الإنسان اللي بينسى قدرات الله وإمكانيات الله التلاميذ ليهم جدود كانوا في برية سيناء واختبروا خبرات شبيهة بهذا الأمر ما فيش إمكانيات في البرية ما فيش أي إمكانية للطعام ولا الأكل في البرية في برية سيناء بعد ما خرجوا من أرض مصر علشان كده كتب الوحي الإلهي في هذا الأمر في سفر المزامير مضمور 78 والآيات من 18 إلى 20 يقول عن هؤلاء الأباء اللي كأن التلاميذ على مثالهم في هذا الموقف جربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه دا كان سؤال الشعب في القديم وهذا النوع الحياء من الأسئلة أسئلة استنكارية مش واحد بيسأل علشان ياخد إجابة لهم بيسألوا باعتبار أن هذا يستحيل زي ما التلاميذ بيسألوا من أين يستطيع أحد أن يشبه هؤلاء خبزا هنا في البرية فالشعب سأل زمان وحدث وحدث أن الله تدخل وصنع المعجزة وأشبع الشعب كانت الشعب في الوقت دا في وقت تضمره في مكان اسمه تبعيرة واشتهوا هذه الشهوة واسمع صديق المشاهد ماذا قال موسى في ذلك الوقت موسى نفسه مش في طريق التضمر مع الشعب وطريق الشعور بقلة الإمكانيات فقال موسى ستمائة ألف ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه بيكلم الله يقوله وأنت قد قلت أعطيهم لحمة ليأكلوا شهرا من الزمان وبعدين موسى بيسأل أَيُزْبَحْ لَهُمْ وَبَقَرٌ لِيَكْفِيهِمْ أَمْ يُجْمَعْ لَهُمْ كُلِّ سَمَكِ البحر ليكفيهم سفر العدد أصح 11 وآية 21 و22 لكن بعدها هو في نفس الأصح الرب جاوب موسى قال له أيوة أنت في البرية وشايف أنه يستحيل الشعب يقدر يأكل لحمة دلوقتي وإنت معندكش إمكانية تسبح ليهم غنب وبقر أو تجمع سمك البحر زي ما تقول لكن أنا عند الإمكانية أنه أصنع هذا فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب الآن ترى أيوة فيك كلامي أم لا ده كان في نفس الأصح في سفر العدد أصح 11 وآية 23 وطيقن موسى أنه لا يستحيل على الرب شيء وصنع الرب المعجزة والرب أشبع الجموع لحما مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع بل شهر من الزمان لدرجة يقول الكتاب حتى خرج من مناخرهم يعني شبعوا تماما من هذا الطعام من هذا اللحوم لكن برجع للتلاميذ اللي مازالوا بيفكروا في إمكانيات بشرية محدودة مين من البشر عنده الإمكانيات أنه يشبح هذه الجموع وده الحقيقة زي ما قلت من شوية بيبين عدم فهم التلاميذ وعدم إيمانهم أيضا لأنهم عارفين الرب وعارفين قدراته وعارفين إمكانياته وكان لازم يكون عندهم الإيمان الصحيح أنه هو ده اللي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر لكن الحقيقة أنا مش عايز النهاردة نقف في موقف إيدانا للتلاميذ لكن كم من المرات إحنا في حياتنا العملية وأحيانا في خدمتنا بنتصور الأمر فقط من خلال إمكانياتنا المحدودة إمكانيات قليلة ضعيفة وبننسى قدرة الرب على هذه الإمكانيات وعلشان كده محتاجين النهاردة نرجع ونكمل باقي النص ونشوف حديث المسيح فماذا قال المسيح عن الإمكانيات القليلة أرجو صديق المشاهد تابقى معي بعد الفاصلة نرجع نشوف معا حديث المسيح حول هذا الأمر أرحب بك من جديد صديق المشاهد ونحن نتابع حديث المسيح حديث المسيح هذه المرة كان حول الإمكانيات القليلة التلميذ سألوا هذا السؤال في مرقص تمانية وآية اربعة من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية الآية التالية مباشرة فسألهم يسوع سألهم كم عندكم من الخبز من بداية الحديث يلفت نظرنا شخص المسيح بهذا الفكر الرائع هذا الفكر الإيجابي اللي محتاجين النهاردة نتعلمه أول شيء إن المسيح مضيعش وقته في حوار مع التلاميذ عن عدم إيمانهم ربما لو حد فينا مكان المسيح كان يخش في جدل وفي حوار ومنقشة إزاي التلاميذ ما كانش عندهم إيمان إزاي من المعجزات السابقة ورؤيتهم لقدرة المسيح يجوا النهاردة ويسألوا عن استحالة إطعام هؤلاء خبز هنا في البرية كان ممكن المسيح يخش معهم في محاضرة لاهوتية تعليمية تصحي عن أفكارهم السابقة لكن السيد المسيح ما عملش كده ما ضيعش وقت في هذا الحوار مرات كتيرة يبقى الوقت مش للحديث والكلام الوقت للعمل الوقت إنك تاخد موقف إنك تعمل شيء إيجابي عوضاً عن الحوار والمنقشة والجدل اللي مرات بيكون جدل عقيم يسوع لم يفعل هذا لكنه مباشرة سأل كم عندكم من الخبز لكن أمر الثاني في حديث المسيح المسيح لا يسأل لعدم علمه فهو مؤكد يعرف بعلمه السابق بقدرته غير المحدودة إيه اللي موجود عندهم لكن المسيح عايز ينبه التلاميذ عايز يخليهم ياخدوا بالهم إن فيه عندهم قليل من الخبز فيه عندهم إمكانيات حتى وإن كانت قليلة لكن عليهم أن ينتبهوا إليها المسيح بيعلمنا باستمرار إنه ما تبصش للي مش موجود عندك لكن عنيك على اللي موجود معاك حتى وإن كان قليل لأنه الإمكانيات القليلة اللي عندك إلى جانب قدرة المسيح هتصنع المعجزة زي ما حصل في هذا الموقف فالمسيح مرات بيسألك كم عندك إيه هي الإمكانيات الموجودة عندك مش مطلوب يكون عندك إمكانيات غير عادية غير محدودة لكن المسيح عايزك تاخد بالك إن فيه إمكانيات موجودة فيه بركة هو تركها ليك ادها لك هو رح يستسمر هذه البركة لكن بينبه التلاميذ وينبهنا بهذا الأمر الحاجة التالتة في سؤال المسيح كم عندكم من الخبز وهنا المسيح بيقول لنا إنه يهم جدا جدا احتياج الناس للخبز قبلها المسيح كان بيعز هؤلاء تلت ايام بيسمعوا كلامه وكلامه رائع وتعليمه لا مسيلة لها ومؤكد هذه الجموع شبعت روحيا من كلام المسيح كان ممكن المسيح يقول هو ضدوري أنا مسئوليتي أنه أشبعهم بالكلمة لكن يسوع لي كل المجد بيهموا حاجة الإنسان كل حاجة الإنسان روحيا كانت أم زمنية وهنا بيدينا ككنيسة كخدام فكر متسع لعمل الله للخدمة إنجيل المسيح يعني تسديد كل حاجة الإنسان الحاجة الروحية اللي تخص حياته وعلاقته مع الله وعبادته وأبديته وحاجاته الزمنية أيضا من ملبس وقوت وفرصة عمل واستقرار نفسي واحتياجات مختلفة موقف المسيح هنا وسؤاله عن الخبز يدينا فكر المسيح اللي بيهموا أيضا هذا الأمر وإذ أجابوه أجابوا المسيح قالوله أي وفيه فقالوا سبعة يعني سبع خبزات موجودة عند التلاميذ ماذا فعل المسيح أمر الجميع أن يتكئوا وهنا المسيح لكل المجد بيضع تحدي أمام التلاميذ الحب يلقوا بالمسؤولية من على أكتفهم وكانهم بيقول المسيح نحن لا نملك شيء من يستطيع أن يطعم هؤلاء خبزا هنا في البرية كانهم بيقولوا ده مش شغلنا لكن المسيح بيقولهم ده شغلكم أمر الجمعة أن يتكئوا على الأرض وبيقول للتلاميذ أنه بإمكانياتكم القليلة هذه الجموع الغفيرة ستشبع أحيانا بنقول إحنا لا نملك شيء لكن المسيح يقولك ما تصرفش وقت وتفكير في اللي مش موجود عندك لكن نعمل حاجة دع الجموع تتكئ وتستعد لاستقبال البركة من قبل المسيح طريقة يسوع هو أن يساعد بالقليل الذي لديك والحقيقة الأمر ده يعني مكان المعجزة بيدينا هنا فكرة للوضع اللي كان فيه يسوع مع التلاميذ المكان اللي كان فيه المعجزة بيقولنا في تخوم صور وصيداء كان المسيح وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر في مركز سبعة وآية واحد وثلاثين ده مكان المعجزة مكان المعجزة ده احنا نذكر في حدثة مهمة جدا 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 في نفس هذا المكان كان يقيم الانسان الذي فيه اللاجئون اللي كان موجود فيه كم ضخم جدا من الارواح الشريرة وشفاه يسوع بنقر داعا في مركز خمسة والايات الاولى من هذا للصاح من مركز خمسة وبعد ان شف يسوع اللاجئون في هذه المنطقة اصبح المجنون لابسا وجالسا وعاقلا كان ايه رد فعل الناس في ذلك الوقت ايه رد فعلهم في مركز خمسة عشرين يقول الكتاب هناك انه قالوا المسيح احنا مش عايزينك احنا مش عايزينك في المكان بتاعنا طردوا المسيح طلبوا انه هو ينصرف عن تخمهم لكن اللي شوفي من الارواح الشريرة مضأ وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع فتعجب الجموع ودول اللي طلبوا ان يسوع يمضي من تخمهم هم دول اللي شافوا الاية وتعجبوا وكأنهم مرة تانا بيرحبوا بيسوع في المكان اللي طلبوا منه ان يمضي من تخمهم في وقت من الاوقات قالوله انصرف منها هنا لا نريدك في بلدنا في منطقتنا لكن هنا في هذه المعجزة بدأوا يمضوا وراءه يتبعوا الحلقة اللي كانت في النص او البركة اللي كانت في النص هو فعل وخدمة ومنادات ذلك الانسان الذي كان مريضا بالارواح الشريرة لانه وقتها ابتدأ ينادي في العشر المدن والعشر المدن ابتدت تسمع ان يسوع الشافي يسوع المسيح يسوع الذي هو المسيح ابن الله موجود في المنطقة الان وصنع هذه المعجزة العظيمة مع هذا الانسان المريض فبدأوا الناس واتوا الى يسوع وتعجب الجموع بعد الرب يسوع ما تم المعجزة الجمع اتكأ اخذ السبع خبزات وشكر وكسر واعطى تلميذه ليقدموا فقدموا الى الجمع يلفت نظرنا هنا في المشهد انه كعادته اخذ الخبزات وشكر والشكر هنا مش بس على الطعام لكن على صنع المعجزة اللي هتتم بعد قليل ده المسيح اللي يرى الامر قبل حدوثه زي ما وقف عند قبر العازر وشكر ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي قبل ما يقوم العازر يسوع يرى الامر ويشكر من قبل حدوثه وبعدين كسر واعطى تلميذه ليقدموا فقدموا الى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك ففعل نفس الشيء بالسمك فاكلوا وشبعوه وده هدف المسيح لقال لا يخوروا في الطريق هاكلوا وشبعوا المسيح لو كل المجد لا يرى احتياجا ويغمض عينيه لكنه يسدد الاحتياج ويشبع الجمعة وده اللي عايز يعمله مع كل واحد فينا النهاردة المسيح يبالي جدا ويهم جدا ان يرى احتياجك ويأمر بقدرة وسلطانه ليسدد هذا الاحتياج اية 8 اختم بيها وده اكيد كان درس رائع للتلاميذ ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال سبعة سلال وكان المسيح بيقول لهم الجموع ستشبع وانتو هيكون عندكم فائض تستخدموه فيما بعد ومؤكد هذا ما حدث صديق المشاهد انا اؤمن ان يسوع المسيح هو هو امسا واليوم الى الابد مش شرط يعمل معاك نفس هذه المعجزة بحرفيتها لكن زي ما ابتديت هو بيتكلم على الامكانيات القليلة اللي عندك تعالى بامكانياتك القليلة روحية كانت ام مادية وضعها في ايد الرب يعني تحت سلطانه لكي يبارك لكي يستخدم هذه الامكانيات القليلة مع قدرته ويصنع بها المعجزة اشجعك انك من جديد تكرس نفسك وكل ما عندك للرب ترنيمة القديمة التي تقول كل ما عندي لربي وقوايا المفتدى كل فكر لي وقولي كل ما لي في الحياة الرب يسعدنا كلنا علشان نقدر نعيش هذه الكلمات ونصق بالامكانيات القليلة اللي عندنا يستطيع الرب ان يبارك ويبارك اكثر جدا مما نطلب او نفتكر والى لقاء جديد في حلقة اخرى من احاديث المسيح والرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر